لا يزال حريك جلاس مندلعا في مقاطعتي نابا وسونوما مما تسبب في اجلاء ثمانين الف شخص على الاقل وكان هذا الحريك قد اندلع في كاليستوجا يوم الاحد الماضي ولم تتم السيطرة حتى الان الا على خمسة بالمئة منه فقط علما انه الحق اضرارا بالغة بمزارع العنب ومصانع النبيذ المحلية اما حريك تسوج فاندلع في مقاطعة شاستا ولم تتم السيطرة الا على 26% منه حتى الان علما ان اكثر من 17000 من رجال الاطفاء يقومون بعمليات مكافحة الحرائق في الوقت الراهن بكاليفورنيا لسوء الحظ واجهنا حريقا غير مسبوقة تم حرق اكثر من 4 ملايين فدانا بسبب حرائق الغابات في كاليفورنيا هذا العام وهذا لم يحدث من قبل وفقا لتكرير هيئة التقس الوطنية الامريكية قد يكون هناك تقس عاصف في اليومين المقبلين مما سيزيد من صعوبة مكافحة حرائق الغابات